قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن الوزارة فقدت كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل القطاع وخاصة في منطقة الشمال أضاف القدرة أنه تم تدمير ستين سيارة إسعاف كما لا تستطيع أي سيارة إسعاف التحرك على الإطلاق مشيرا إلى أن مستشفى كمال عدوان فقد كل ما لديه من وقود وهو مخصص للولادة والأطفال ولكنه أجبر على تحمل تابعات الجرحة الذين يصلون إليه حيث لا يوجد به قسم طوارئ لعلاج الجرحة وبالتالي لا يوجد خدمة فيه ولفت إلى أن المستشفى الإندونيسي أيضا خرج تماما عن الخدمة كما أن مستشفى العودة في شمال غزة بلا كهرباء ويعمل بالطاقة الشمسية البديلة